موسيقى راميد رباس كان مفروض نبلش نحنا على الساعة سبعة نطرناكي ساعة لأنه كان عندك رسالة على الـ LBC ورجعنا نطرناكي عشرة دايق زيادة لأنه طلبتني نس كافة نس كافة ماشي نحنا بنتحمل مسؤوليته هاي بس طلع على اللحظة بس أنه أنت اليوم حدا فالي لبعد شهر يعني مفروض على تكوني عبيدللوك وبتروحي وقت اللي بدك وبتشتغل اللي بدك ياه وإذا مش قادرة تطلع لايف بتقوليه مش قادرة أطلع لايف أنه لحدها بعد شهر هيصير مزيعة بالعربية تكوني قاعدة ناطرة تطلع دقيقتين أو ثلاثة دقايق لايف أنه ما كتير حسيتها دلال مش منيحة بحقه لا ما حسيتها دلال عبتقولي شو عرفك أنه مدللوني عم بعمل شغلة لآخر دقيقة أيوة أنا قلت لي كل ما تقولي شيء ما تقول للعالم شو يعني أيوة لا لاحظة شوية بس هو جد هلأ فيه شغلة غريبة يعني يمكن أنا كباكراوند جديد بحس أنه بالجديد بيبقى مثلا نبلش له شهر شهرين بعد سنة بيصير بدك يعني واسطة تقدر يتموني عليه إذا مش قادر يطلع على لايف يطلع لايف أنتو أكتر نظام عسكري باللبيسي عصدك لللبيسي أيه نظام عسكري تراصف أنت مش لللبيسي تراصف أنت مش لللبيسي لهاللحظة للبيسي أه بدري للبيسي بدري مش للبيسي لا جاد بس أنه فيه هذا النظام اللي بتحسي عسكري تراصف نفسه مع طرد لا كل مؤسسة وعندها سياستها صح بس أنت لأنك إليك فترة طويلة بها المؤسسة برأيك شو السبب أنه هيك بيكون التعامل مش بس معي أكيد مش معك معي نحنا عم نقول نفسه مع طرد بمعنى أنه فيه كتير ضغط شغل عنه باللبيسي كتير 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 الضغط منه حتى نحنا ولا مرة شايفته مع ولا زميل من الزملاء بأي تليفزيون لا محل ولا عربي بس هذا الضغط مثلا صراحة اللي بيلفت فيه أنه ما بيتوزع بشكل منطقي يعني أنا بعرف مثلا اليوم بكل مؤسسة فيه المراسل أو المحرر اللي بيبلش جديد وفيه اللي بيبقى إليه وقت وفيه اللي بيبقى إليه كتير وقت يعني أنا بفهم مثلا أنه هذا الضغط يكون موجود بمحل يعني مؤسسة عند نشرة أخبار كل يوم علما أنه ما بعرف هذا الضغط وين بيروح إذا نشرتكم تطلع نصة سياحة ونصة رياضة صارت أنا ما حاجة بس عبدأ عفكر أبك تحكي عن ريمي ولا عن البيسي بدأ عارف لا ما عفكر أصلي هيدا الضغط بوين بيروح بأي مواضيع بس ليس بس ليش هيدا الضغط مسلا بنحس اليوم أنه أنا بشوف تقرير مسجلت له ريمي درباس أو بسام أبو زاد أو ياسبك وهب بيكون بيقدر يسجله زميل أو زميلة جديد أو إليه شوية لقيت الجواب لا لا أنا لقيت الجواب لا هلأ عندنا ضغط في ضغط بالل بي سي ضغط شغل آآ مش كله بيطلع على الهواء بس ما هو أنا اليوم عم بسألك بشي عم بتقولي غير غير ضغط الهواء أنا عم بسألك غير الكواليس ممكن لأنه كمان نحن المراسل هو مزيع ومصدر معلومة لو منه بتقريره لو منه موضوعه مرات كتير بيكون المراسل عم يشتغى على كذا ملف بنفس الوقت بس أنت صراحة اليوم لما ينطلب منك موضوع مثلا تكوني قبل منه بنهار مزيعة برايم تايم عم بتقدمي نشرة أخبار أو عم بتغطي سراي أو مجلس نواب موضوع مثلا أنه خبر من شي منطقة أنه حادث سير أو شي خبرية هيدا شي ما بتحسيه صحفيا أنا ضد هيدا الشي أنا تجي لقالي مهنيا هيدا منه منه منطق أكيد لأنه وأنا كمان ضد كمان بنفس الوقت تصنيف الصحفية تصنيفهم يعني هيدا بيعرف يكتب هيك ما بيعرف يكتب هيك المفروض الصحفي يكون يعرف كل شي على القليلة بالأول بس لما توصل لمرحلة معينة بما أنك سألتني أنه صار ليك هالقاد يمكن صار فيك تختار مهنتك خبرتك تسمح لك تقول أنا بدي أشتغل على هيدا المواضيع وما أشتغل على هيدا المواضيع أنا شخصيا بالفترة الأخيرة كنت عم بعتريد وقول لا ما بدي أشتغل هيدا لا ما بدي أشتغل هيدا ووصفت بأنني عم بعطي negative vibes هو بالحقيقة أنا كنت عم حافظ على خبرتي عم بيحترم خبرتي وعم بيحترم حالي ويمكن كما بمحل المحلات صراحة عب تحترمي العالم اللي عب تحضرك يعني أنا بالنسبة لإلي كمشاهد مثل ما عب تقولي آخر شي كل واحد كل صحافة بدي يكون بيعرف إذا تطر الأمر يحرر خبر صحيح صحيح بس اليوم كمان أنا إذا عب شوف ريميدر باس عب تقدم نشرة المسا أو تاني يوم بدي أسمع أو أحيان لأ بنفس النشرة بدي أسمع صوت ريميدر باس عب تعمل تقرير مناطق فيها شي هيكي بتحسيه ومش تصنيف للعالم لأنه كلنا ما رأنا بهول والصحافي لازم يمرق بكل هول تاي سير بس بيمرق بكل هول تاي سير عب يشتغل إشياء الليفل يطلع أصدق لا أو عب يشتغل الإشياء للجداد بعده ما بيقدروا يشتغلوها هي هي لا عندنا سيستيم راكب هو بسيستيم راكب هيك عندك اليوم موضوع عندك نشرة بدك تعامل هيد و هيدا إنتي الى اليوم شو بتشتغلي بال сيد أنا رايتر ريبورتر سينير رايتر سينير ريبورتر سينير بريزنتر بعمل نهاركم سعيد مرات تraysيب واحد تraysيب واحد ونهاركم سعيد رأي مرات لأنه ما كئت رحبيتكم يعني إن شاء الله بيكون نهاره سعيد بس أنا ما كتير حبيت إيه أنت عفكرة ما كتير فتة بقصة البرامج ليه؟ ما بحب البرامج التقليدية ونهاركم سعيد هو عبارة عن متابعة يومية للأخبار اليومية ومش دايما فيه ساسبنس بالحياة اليومية السياسية تحديدا أنه نحن منشتغل أخبار بطر مرات أني أعمل حلقة عبي هوا شو ما كان بس أنت ليش بدك تعبي هوا؟ مغير زملاء بيطلعوا ضيوف ومش شرط يعبوا هوا أنا تسميت عبيت هوا بس أظل فيك تعمل إعداد للحلقة وتطلعي منه مضمون أنا بقدر أعمل هيدا الشيء بس أنا ما نمقتنعه يعني إذا اليوم الظرف بالبلد خليني أقول عم تطلو جدنا أنا ما فيني أعمل حلقة لأحكي عن التلج بالوقت أنه في موضيع تانية أهم أوكي والموضيع التانية نامية لما فيها شي جديد بس أنت بتزهق يبحث يعني مالك لأتأعداد تتحكي مع شخص ساعة ساعة ونص بنعاس يمكن لا بس هأحكي ساعة ونص هلا ما تعدني هلا أنا عم بسألك بس أصلي تعدي تسألي شو عرفك ما هأسألك أنا كمان أنا جاهز أنا بحب في كذا حدا أعمل ليه ما عملت الحدس أنت بالجديد مانا شخصيتي أنا هيك عم تسألني لا هيدا حوار مع حدا زميل أو حدا فيه معرفة وفيه صداقة وحوار ديب توك بس أنا الحوار السياسي أنا بحس ما إلي خلقوا ماني شاطر فيه اعتبرني هلا أنا صرت رئيسة حكومة دا بعتبرك ما أنت كنتي حتصيري شو اسمه نايبة بالشمال بدي بعد بيومن الايام ايه صح بعتقد يعني خيار أنه يعلق عمله سياسي كان أفضل من أنه يكون من وراي من وراي لأ أشخاص مثلي هو ما خاصه أنا طلبه بس مثل ما عم نقول أنه أنا اللي قلت له بدي أي أنه ليش بديك يعني شو بديك تقدمي أنت زيادة حدا صحافي بدي قدم لأهل عكار أنا أنه قدمي نشرة الأخبار وحدا غيرك بيقدم لأهالي عكار وما حم بيقدموا شي لأهالي عكار أنه ما هايدي المشكلة أنه هني موجودين بالاسم بس ما حد عمله لحظة أنت جد طلبتي من سعد الحريري تترشحي ايه قلت له أنه أنا بحب مش قلت له بليز بدأ ترشح لا أنه أنا بحب هيدا الشي إذا مش هلأ بعدين مش بعدين بيومن الايام وليش بتحبي لأعملك لأخدم العالم هلأ أنا هايدي قصة خدمة العالم هلأ بتجي بتقلي شو هي خدمة العالم بقل لك يا خي ممكن حدا بده يحفر بير شي بده يبرم الكرة الأرضية لحتى يقدر يجيب هالرخصة بدأ أنت بتعمليه لواصطة مش واصطة هيدا هو حقه بس هني لعنا القصص بتاخد وقت وبتجبرك تروحها لواصطة آه يعني أنت هايك بتسأل نايبة الخدمات يا ما طالب مني في رأس قصص أنت شو بيت طيب طيب ما ليش عا بقل لك من معرفتي فيك أنه أنت أنت بتكوني نائبة الوصائت يعني بكل مش وصاية طيب في عالم ما بتقدر توصل لهو دي العالم أنا الواصلة بركي زمين قل لك تكوني الواصلة نايبة الواصلة طيب شو قال لك سعد الحريري تفاجأ أنه اف بتحبي هيدا شي ما بيعرف ده مرسال ولا آآ سعد اللي عامل اف أوكي آه آه بس آه بس قال لك آه يعني وآه واعتزل واعتزل طيب طيب بس سؤال لا أنت كان يمكن لازم اتراجع عن طلب يمكن لازم اتراجع عن هيدا الشي بركي بيرجع هو على الحياة السياس والله بحثت لا بس يعرفك رحتي على السعودية بيرجع لا عارف آه على أنت فيك تروحي هما فيه يروح مش هيدا الموضوع لا يمكن سار يقدر يروح آآ رح نرجع نحكي عن علاقتك بسعد الحريري آآ بدي ارجع امشي هلا نحنا كان لازم نبلش نهو بالأول بس فتنة بقصة الأل بي سي لأنه كان ساير هذا الحادث المقصف آآ أصلا أنا صداقتي فيك الحقيقية بلشت وقت الأل بي سي يعني وقت اللي طلعت أنا اشتغلت هيد الفترة الأصيرة بالأل بي سي تنذكر وما تنعاد إذا بتريدي سينير هذا كان التوصيل هونيك بلشنا نعرف بعض آآ هلأ أنت بك تحكي أمت تعرفنا على بعض عن جد ولا بك تحكي عن تجربتك بالأل بي سي لا لا بحكي عن تجربتك بالأل بي سي اليوم كشوت برودكشن بآ مرحبة دولة مع أنه تعبتنا شوي بالأول بالأضايا تعبتنا وعدك بتحكي بس ما فينا انكر أنا لحظة إلى عشر سنين بالكوميدي عم تقدر تعطي شي حلو شي مرتب وأنا عفكرة كتير بحب هلأ يعني حيبين يعني مجاملة كتير بحب شخصية بيير الظاهر تحديداً وأنا ما كنت بعرف وأنا وقت اللي تركت نيو تيفيدا قايتله طريقة اللي تعاطى واللي تصرف وقداش كان حاسم بشو اللي بهمه إلى بيير الظاهر مش قصة كلمة شو عملي بس أنا أهم صفة أنه عملي يعني ما بياخدك وبيجيبك بما أنا مثلا بتقيل له في هاي الشغلة بيقلك لا I'm not interested أو بيقلك yeah interested بيكون interested واضح وبدرجة فجة يعني أحيانا أنا قبل كانت افتص ضمني عرفتي أنه no no أو مثلا ياس بتلاقي أنه خلص عن جد ياس مش أنه عبي ياخدك وبيجيبك بس بنقشك بالياس وبنقشك بالنقش بس ما بيكون عبي كذب يعني ما بياخدك وبيجيبك شفاف هلأت شفاف مثلا حتى بالمصاري أنه هذا لا هالقد ما بياخده وبياخده بهالقد أو يعني بيختصر الطريق عليك سور هو بالنسبة لإليه هو أفضل نموذج عن كمدير أنا بعتبره كرجل أعمال أنا ما كان مديري ولا مرة بس كرجل أعمال بعتبره حدا ناجح أكيد بقصة لأخطو هلأ ما بعرف الباقيين طول بالك بس أنه من طلقا من تجربتي بالبرامج كانت كتير ناجحة وكتير حلوة آآ بالأخبار كانت كانت سيئة تقلك لا لأنه صراحة أنا جاي من يمكن بقلك بس أنت خلال هالفترة ما حسيت أداة في ضغط؟ أنا حسيت أداة فيه لامنطق لحظا الضغط اللي حكيتني عليه بالأول ما شفته أنت لمسته ما كنت حسه ضغط كانت حسه لامنطق أنه أنا بدي شغل العالم فهمتي شو قصد مارسي خلص خلص مارسي 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 قلط نحنا لازم نشتغل لنشتغل ضغط أنا بفهمه مثلا وكلكم ما رأته بهذا الضغط وكنتوا أدى مثلا بسبعتاش تشرين بالحرب أنه ما في حدا هيقعد ببيته ما هو وضع ساعتها بتشتغل سحافة لحاله بيركد لما يكون في حدث أنا ما يكون في شي بالبلد وبدأي شغل بس لأعمل لك أو علتان كنت حسه لمنطق وكان يعطيني طاقة صلبي صراحة وهي فكرة أنه أنت ممكن تكوني هلأ صارت المقابلة معي بس أنه أنت ممكن تكوني بأي محل وبديك تطلعي هذا الميتنج الساعة تبع الصدح ما أنا كنت فيهم هول شهر وكنت بديروح بوصل الأرض بالجديد أنه نحنا شو طابق السابع واسم الأخبار كان يعني مدلل أم قل لك السياسة الأخبار بالل بي سي سميتها لمنطقية أنا كمان سميتها إدارة الأخبار مش سياسة السياسة ما بعرف شو السياسة التحريرية إدارة الأخبار لمنطقية أنا عم بحكي عالسياسة الشغل العمل تطبيق إدارة يوميات إدارة اليوميات مش إدارة الطابق ولا إدارة إدارة اليوميات العمل الصحافي اليومي أنا بالنسبة لإلي غير منطقي طيب أنت ما بلشت بالل بي سي أنت بلشت بالتقال صح صحيح بلشت مزيعة ولا مراسلة مزيعة كل شي مزيعة مراسلة كيف بلشت كيف صحيح ولا بلشت نهار 14 شباط 2005 شو متوقع يكون لا بس أنت أنت بالأساس كيف فتت على التقال فتت مزيعة أنا كنت عم بعمل دورة برامج شي عم يدربون أستاذ جهاد الأطرش كنت عم بتدرب معهم لأنه أنا أستاذ جاي بدي فوت بالبرامج شي برنامج بتذكر أنه وقتها كان في كذا حدا من الأخبار كان أنه أستاذ جهاد تعرف إلقاءه هيك بقى وقتها راح قال لهم قال لهم هي اللي لازم تكون أخبار والباقيين كلهم لازم يكونوا برامج راحة الأيام أجد كان معي بالتراينينج عباس ظاهر الزميل عباس ظاهر طبعا تعرفوا قبله لا أكيد ولا أكيد ألا أهل بالأمبيان بعده ألا أوقف ما عنده فكرة توصلت معه مش من زمان وصوافزة بعده بالأمبيان عباس صديق يعني نجه له تحية أنا وي بقى بوقتها وخلص التراينينج كل واحد راح محل يعني اللي راحوا رجعوا على الأخبار أنا ما اشتغلت برامج ممكن أو شي أو فترة أصيرة بلا معن أولى حنب تصور أوكي وخلاص فلت على البيت فجأة برن تلفوني بعد شهرين ثلاثة رمية بدون مزيعات أخبار بالقلبي سوري بتقال قلت له خي أنا عمري عشرين سنة من كل علاك هيخدوني مزيعات أخبار هيدا عباس ضاهل اللي نزلي ألفين وخمسة عشرين سنة تسعة وثلاثين سنة عمري بتموز بسيرو أربعين مخص مخص بثلاثة وعشرين تموز ليش حسبت إياك لا بس مسألة أسألة أين لا عادي شو كنت عامل لك أين بالألفين وخمسة بلشتي دقلي وقتها نزلت كان فيه كمان الأستاذ واصف عواض عملت الانترفيو معه ومن بعده أجأ أستاذ صائبة دي مزيعة رايتر ريبورتر أول ما بلست كان يقولولي روحي على الجاردوري لأنه مش خرجي كتكوني أخبار مع أنه بتعرفي جدا الزملاء 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 بس أنت من أنت وصغيري ملامحك تنقبط كمزيعة أخبار يعني بتعطي بس على الهواء بس على الهواء أنا شو قلن معك العالم تحت الهواء بس على الهواء كمزيعة أخبار أنت حدا جدي يعني ولا مرة كان عندك الطريقة اللي ممكن تعتبر بتوحي أنك صغيرة أو منك ردي تتزيعي نشرة صح هني بعض الأشخاص يعني مش المسؤولين اللي كانوا عم بيقولولي هيدا الحكي مثل أي حدا فات عم أساسي جديد اليوم تحرته مظبوط بس أنه أنا من وراهن بالعكس يعني كفات وبتذكر كتير منيها أنه أنا ستقعد محالي طب أنه ليه عم بيقولوا شفت شو سر الجقرة طبعي من وقته أسجد هلا ده أسه فيكي هيك إيه لأنه اليوم أنا من أنا وصغيرة بحب هيدا الشغلة ودرستها لكفة فيها أنا كدفيت أنه أوكي بعدني بلجي فيكي تجي تقولي لي أو فيك تجي تقولي أنه لازم ما تضحكي أو لازم بعد أكيد ما هيعتوكي الملاحظة عاتيني الملاحظة يعني تعالي كيف هلا قل لي هيها بوجي رامي أنت ما بتعرفي تقري روحي عملي هيك هيك ما عندي مشكل بس أنه توقف ورا دهري لك هاي فكرة حالة بتعرف تقري طب حدا يروحي إلا ما عندي مشكل تعالي إياهني بوجه كانت حلوة فترة التقال بشكل عام بسيها استفدت منها شو؟ يعني شو أكتر شي يعني فيه مثلا هذا المطبخ التحريري أو المطبخ الموجود ما بعرف اللي بيحضر المزيعات اللي يصيروا رادي يطلعوا على الهوى لأنه أجمال المؤسسات الرسمية يفترض بيكون فيها نوع من الجدية أكتر كان هذا الشيء؟ كان موجود بس مش يعني أنا لما فتع تليفزيون لبنان ما كان مثل قبل بيعزوا بس استيل أنا تعلمت كتير لأنه ما في شيء يعني بتتعلم من ولا شيء يعني بتصير الخبر بدك تفتش عليه أنت وطبعا بهديك الأيام ما كان فيه الواتساب كان فيه حتى يعني أنجأ التليفان أنجأ الانترنت مش مثل هلأ أمور مسهلة هاي بيوصل لك الخبر أو البيان أو بقى كرميل هيك بعتبر أنه أنا كنت عم بلحق الخبر وكنت عم فتش عليه هاي دي تهوذي ثلاثة سنين أنا بسميهم جامعة عرفت كموزيع وكريبورتر أنت أول نهار كنت عبتقليلي كنت بديك تزيعي الأخبار استشهد الرئيس رفيق أنا ونازل على الطريق البست أسود ثلاثة الشهر من بعدها كل الانفجارات إذا بتتذكر بقى اللايف خبرة اللايف على الهوى بس طلعت هاي دي النشرة قدمت إياه لا نهارا لا أكيد رجعت طلعت بعد ثلاثة أيام بس نوراقي 14 بعد 2005 أوكي وديانا فخوري كمان استضفت أنت من مش من زمان كمان هي 14 بعد 2005 كانت بالتقل معك آه بس أنا وياها بنفس النهار آه ما قالت لي ديانا أنه قلشت 14 لا سالة 14 بعد 2005 أنا وياها واشتغلتي مراسلة كمان فترة منيحة بالتقل آه آه حتى مذكر يمكن كمان أول مرة كنا عم نلتقي بشكل شبه دايم وقت نهر البارد كنا عم نطع نغطي وكنت أنت عم تكون موجودة كان في أي سبع أيار قبله أو أنا مضيعة لا عملت إياه بس نهر البارد لأنه بيتي فترة طويلة فكنا تقريبا بنفس وقت ما كان حدا بده يطلع من التقل آه هلأ تذكرت كنت تعطيع حدا صغير بوقتها كان حتى غير كاركتير شوية كاركتير طب ما كنت صغيري بعد ما يعني هلأ أنت من عشرين سنة مثل هلأ أنا من جمعتين مش مثل هلأ ريش أنت زعجتي لا عبقلك أنه لا أنه تذكرت شو أصدك بأنه كان يقول لك صغيري إيك أنت تعطي على أروأ هلأ صرت أكتر بالمجمل يعني ليه أولاك ما بعرف بس أنه عبقلك أنه شخصيتك أكيد الصحافي بتخليك تصير أكتر ما عرفني الحياة يعني هي الحياة ما اختلفنا بس ليش بسرعة منصير ما بعرف اللي بيشتغلوا على الأرض دايماً بيكونوا بيكون واحد عدائي لأنه بيكون حاطت بقلبه خلقوا بالمحلات الغلط هاي هي لا لا كتير لألفان وثماني نقلتي على لكن إحنا عنا مشكلة بقصة القعدة صراحة عرفتي وأنا كل مرة بيقولولي بتظلك مقرب حتى القعدة دي فالمشكلة أنه يا بدي أنا أمسك هيك وضلني قاعدة أنا معنا مشكلة يا بدي ضلني مقرب بس مرحبا للشباب إزا هينزاجوا لا 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 أوكي خلص طيب لا فهيدي لأنه كل العالم بيقولولي بتظلك مقرب يعني فهلأ حسيت أنه أنت عبتعاني كمان ايه؟ آآ نقلتي على الالبي سي كيف بسطفة فتحت ما إيميل حتى بوقتها الإيميل كان بعده هوت ميل الهوت ميل كنت بعده شي جديد كل جمعة لنشايكو مرة يعني وما كان على التلفان وما عرف شو بقى كنت باتي أنا كنت ابعت سفيات آآ ليش كنتي عبت ابعت سفيات؟ كنتي خلص بديك تنقل إلى محل تاني اعتبرتي أنه تجربة التقل بس أقلك أنا لحالي بحط شو حدود بحط مدّة زمنية مدّة زمنية لحالي كنت قل لهم بتقل أنا أكتر من ثلاث سنين ما ببقى بالأل بي سي كنت لهم أكتر من خمس عشر سنة ما ببقى خمسة عشر؟ هلأ لأني كفالي على الخمسة عشب تقولي لا ستعاش آآ وبلشت بالسبعة عشر أوكي أوكي بقى بوقتها كنت لأنه وخلص أخذت اللي بدي بش لأني طميعة بس أنه عملت كل شي بدي أعمل شي ستاب جديد ولما بعثت سيفيتا باعي على هيدا الإيميل قيتوا على الجريدة كان بعثت فيه جرايد وما مكتوب أنه للأل بي سي أنا بعثتوا بس ما بعث لهمين أوكي آآ هني الال بي سي وقتا كانت الستراتيجي تابعهم أنه ما بيقولوا الال بي سي بدي عالم لحتى ما بيكشفوا هنمين بيبعد بيحطوا أنه إذا عبيلك تشتغل صحافي أو موزيع أو أو بعثت سيفيتا هيك عملت كنت عارفة أنه الال بي سي بعدته بيوصل لي إيميل من إيفا الهاشم بوجه لتحية كان صلى الجمعة قالت لي يا ريمي وينك صلى الجمعة بعتتليك الميل ليش لهلأ ما فتحتيه وما شفتيه أنيوي طلعت بتماني قدار على الهوى مفهمت طلعتي ودغري بلشتي لأتعملت الانتربيو معه كان أستيس جورج غانم لأنه أنا طلبت أنه كون ريبورتر بيوم من الأيام مش بس موزيعة لما فت على الال بي سي كانت الموزيعة موزيعة موزيعة الصبح ما بتزيعنا الشيطة التماني موزيعة الظهر ما بتزيعنا الشيطة التماني مصنفين مقصمين هوضي لهون هوضي لهون كانت درجة قبل أصلا يعني أنت فت على الال بي سي بالمرحلة اللي كانت فيها موزيعة إيفال هاشم و جورج غانم و جورج غانم و مرسال و كلهم و مرسال كان في الحياة الال بي سي شادع عمر بوقتك كانت الال بي سي قوات بشكل عام يعني كنت أنا ما بعرف لا جد كيف كانت سياسة تحريرية لا كنت أشتغل بوقتها بالتحرير فتت موزيعة وقتها كنت موزيعة يعني موزيعة نشرت صبح صح؟ لا بلشت نشرت لال اللي هي دوامة تمانية ونص لتاني يوم الصبح نشرت ليل مش نشرت المساء الأساسية بتطلع أماتها وبتطلع ما بعرف لوين بعد ستة شهر بلاشت زيعة السبعة الصباح وتنتين ونص يمكن احد عشر ونص بالليل أوكي سو بلاشتي ما كانت ما كنتي أبداً إليك علاقة بالتحرير لا 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 بعط بدوام بس بزيع النشرة ما بكتبها حتى ولا شيء وبس بطلع بقريل جون فغالي ما كان بوقتها ما هو جورج غانم يوم جورج يوم جام ولارا ما كانت بعد استلمت لارة زلعوم لا كان في إيفا الهاشم لارا كانت بروديوسر كانت بعدها بروديوسر هي ورمزة عصتها في يوم هيك يوم هيك وإيفا شو كان بوستا مديرة العمليات في الأخبار هيد الفترة قدية بقت بعد ما انت فتتي على الالبي سي خطرة إيفا الهاشم لأنه جورج بقي رجع بعض منها بتصور إذا مش غلطاني للألفين ويحد عشر بس أنت بكل هول ثلاث سنين أو سنتين اللي هن كنت كل الوقت بس مزيعة ما كنتي عاد تشتغلي تحرير لا مش كتير اللحظة تذكرت كنا لما نكون دوام هيدا الليل اللي كنت عملك عنه كنت تطلب مننا إيفا نشتغل فيه تشجزل حتى نتمرن أنه نعمل إشياء لنعبي نشرة الصباحة نكتبها لأنا ما عندي مشكلة بالعكس بحب أكتب لدرجة أنا اللي رح طلبه تقول لهم بدي أعمل ريبورتر بس يعني من البعيد لبعيد بس معقولي ما بتتذكر كيف كانت سياسة تحريرية بوقتها كانت بعدها كان في بعضه عبدو الحلو على الهواء جيد تأيامي أصلي كانت قوات بوقتها الالبي سي كانت فيها نفس قواتي طاغي كان فيها معظم الموظفين كانوا قوات بس السياسة ما بقدر إليك سياسة التحرير كانت كيف بوقتها ما كنت فاتة فيها كنت أهمة أنه أنا صغيرة مبسوطة بحالي صرت بالالبي سي أه حبيتي فكرة الالبي سي لك ما حدا ما بيحب أنه يكون عم يطلع وبهيك دا كل وقت أنه نقلة من تلاليبان على الالبي سي كانت نقلة نوعية تعتبر طيب شو صار رجعب الالفين وحده عشر هيك فجأة فلت إيفا وإجيك لارب فلت إيفا قالت أنه رايحة إجازة بعدين حطوا محل الأرزة العوم بعدين فل جورج غانم إجا خالد صغية نقلت الالبي سي من مرحلة كانت فيها أوكي بالأول أول ما طلع الدكتور سامير جعجع وكان فيها هذه الفترة اللي كل العالم توقعوا أنه تصير محطة القوات تبين أنه لا بمحلة من المحلات صار الانفصال اللي أخد منحة قضاء ما بعرف وين صار راحت الالبي سي من هذا المحل لمحل أنه كتير مختلف اللي هو محل خالد صغية اللي جاي من باكراوند بعيد كتير عن الأحزاب اللبنانية وكتير بعيد عن الأحزاب الطائفية وجاب معه كمان مجموعة من الصحفيين اللي نفسهم مختلف كليا عن نفس التاريخ لالبي سي صحيح كيف لقيتها هذه الفترة أنت؟ أنت كيف لقيتها؟ لا أنت اللي قبل لأنه أنت النفس اللي عم تحكي عنه كان شبيه شوي بنفس الجديد لا نفس خالد صغية أوضح بأمور معينة المشترك أنه الجديد كانت فتحة مجال لمجموعة شباب وصبايا كمان ما عندهم خلفيات وانتماءات حزبية لأنه أصلا هؤلاء الشباب والصبايا ما كان عندهم محل غير الجديد يعني البقوي كانوا موزعين على تلفزيونات طوقفهم أو أحزابهم بس خالد عنده إذا بدك مواقف بأمور معينة مش قصة أوضح يمكن متشددة أكتر أو عنده 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 نسق بالإشياء يعني صحافي موقف خالد وهذا شيء مليح يعني رفتي بس أنه والشباب اللي إجوا معه والصبايا كلهم بيشبهوا يعني مضبط ما هو يعني هو جاب ناس كرو إذا بدك يكون بيقدر يترجم له هذا أو يفهم عليه أنا ما شفت كتير ركبت صراحة يعني حسيت أنه في شيء غلط أنه لأنه ما قدرت أنه ما قدرت تندمج هذه التجربة مع البي سي يعني كان في شيء مركب ما بعرف شو هو صراحة كرمي لك ما طولت كتير ما بعرف إذا طولت أنه مش قصة طولت حسيت تلفزيونيا ثلاث سنيني ممكن ما كتير عطت سيمارة ما علمت براس العالم مشاهدين البي سي لأنه معودين على غير نفس أنا برأيي كمان جزء أساسي منها لأنه خالد والشباب والصبايا اللي كانوا معه هني جماعة صحافة مكتوبة يعني يمكن ما قدروا يظهروا الإمكانيات الحقيقية اللي عندهم تلفزيونية ممكن إلى جانب الأكيد ممكن تكون يعني في شيء اسمه حرس قديم باللبي سي هذا ما أنه سهل يعني بيقدر يحط لك قد ما بده عرقيل مظبوط ما كنت أشتغل بوقت أنا كمان وقت خالد ما كنت تشتغل قبل مايفيل مش بكتير أنا طلبت منه نعم ريبورتر كنت جا استلمهم أنا هادي الفترة اللي كنت فيها باللبي سي فترة خالد فترة الشهر ونص شهرين انت شهر ونص مش هو لا هو بقي فترة طويلة بس بهيدي الفترة أنا طلبت أني أنزل طب أنت كيف شفتيا هاي الفترة مرت مرور الكرام عن جد هالقاد ما أثرت فيها على اليه لأني ما تسألني إليه جو كمشاهدة ولا كموظفة لا لا مش موظفة هايقول صحفية أول شيء لا كصحفية موظفة باللبي سي فهمت بس أنا قصدي صحفيا ما علمت كتير عندي يعني أنه ما حسيت أنه أنا كتسبت خبرة من ورا هيدا التجربة مع أنه خالد اسم بعالم الصحافي يعني عنده عالم كتير متأسرة فيه وبتعتبره أبروحي لأله وهو حدا يعني هذا مؤثر جمالا بس أنا بلا أحساس ما تأثر بس ليش قصدي عابجاري بأفهم شو الفكرة أنه حساتي تفكيره بعيد لا لا مش تفكيره يمكن أنا جاي من مدرسة اللي بتقول سياسة بيور سياسة أوكي بهيداك الوقت كانوا كتير عم يتناولوا موضوع قول معي اللي بتهم العالم يعني ستيل الجديد بس أنه ما بعرف على بين جديد ولبي سي يعني النفايات لازم يشيلوها من الشارع العاملة الأجنبية هاي مشكلتك أنت العاملة الأجنبية أنه لأ أنه هاي 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 دي شو أنا هاو دي موضيع أنا هاو دي موضيع بلا بس مش إزا إزا ما عصد شي بس هلا بيقوموا علي العالم ما بتكون أول موضوع بالنشرة حسب شو صاير معارمي لأ إنه شو لازم يكون أول موضوع بالنشرة سعد الحريري أو نبيه بري لحظة لحظة إزا في شي سياسة بالبلد مهم بتطلع بالسياسة ولا بتطلع بهيدا الشيء إزا في شي سياسة مهم سيير كبير الفتاة هلا أنتبه إزا في شي سياسة مهم بتطلع بالشي السياسة بس إزا في عاملة أجنبية مثلا انتحرت انتحرت أو قتلت بالظروف غامضة أو ما بعرف شو الكيس بتطلع بالعاملة الأجنبية أنت مش من هاي المدرسة معامل لك أنا مش من هاي دي المدرسة لأنه أنا حمرق الخبر أوكي بس نشرة بعدها أنا بعدنا منو نشرة الأخبار بدي تختصر لي أبرز شي صاير بالبلد من الأهم أو من اللي أخد ضجة أكتر شي أنت ونازل هلأ يمكن إزا العاملة الأجنبية اللي انتحرت لأنه انتحرت ركدت مخدمتها لحقتها واضطرت تنط عن البالكون هيدا غير موضوع وقعت ولحقتها للمدرسة وبالتالي المعيار وقاديش الخبر مهم مش المعيار إزا نبيه بري استقبل وليد جملات لازم يكون خبر أول ما بيحطوا إيك شي ما بيحطوا استقبل أو ودع أول شي بار كتير أنتوا كيف ما بتحطوا؟ استقبل أو ودع كنتوا تحطوا بوقتها لا مش استقبلة بس أنه نبيه بري وليد جملات لا أنه ما بتحطوا سلسلة لقاءات هاي دي كلا أتقل سلسلة لقاءات أتقل كانوا يعملوا السراي لحكومة نشاط وكانوا يعملوا مجلس النواب يمكن إذا فيه بس بوقتها بهيد الفترة اللي عم نحكي فيها أنت صار فيه تطور مهني مهم اللي هو أنه أنت صرت مزيعة نشرة رئيسية بهيد الفترة 2013 شو عنتلك؟ شو فرقت؟ بين أنك كوني عم تقدمي بالليل أو الصبح وبين تقدمي مثلا؟ بالنسبة لإلي ما عنيتلي بس لأنه هاي دي النظرة موجودة وقلتلك أنه كانوا مصنفين من الأساس من وقت ما فتت مصنفين أنه هاو دي بيزيعوا الصبح هاو دي بيزيع واللي بيزيع الصبح ما بحياته بيزيع تماني وأنا كنت زيع الصبح أوكي بقى فجأة بيقولولي أنه أنت حتزيعي نشرة تماني يعني وكنت أنا أول حدا بالليل بي سي كلها من وقت ما بلشيت بكون عم زيعة الصبح فجأة بصير زيعة تماني صح ما كانت موجودة أبدا يعني تلقت سي بلاس فورمي أكيد لأنه بالعالم بالباكراون طبعا أنه نشرة تماني هي أهم نشرة هي مش أهميتها يعني مش بالقراية أهم لا ولا المضمون هو ذاته بالعكس نشرة الظهر بتكون أصعب مرات بس الوقتها لأنه أكتر العالم تحضر أخبار بهيدا الوقت كرمال هيك إيه كانت خفت من الموقف مذكرة أول نشرة لا أكيد مذكرة أول لا أبدا ما خفت ما خفت بس كنت نزعج مثلا أنه لأنه أنا كان قبلي كان في عدد من الزميلات طلعوا قبلي عالثماني بقى كان وقتها بدون الشكل أنه كان عنيلون الشكل أنه بنت حلوة بتتمشع على الباركو بتقرع عنوين أنا كان يزعجني هذا الموضوع بس أنت كنت تقري على الباركو فهمت بس كان يزعجني الموضوع أنه أنت يزعجك أنه يعتبروكي بنت حلوة مش هيك بس أنا ماني جاية عمل استعراض أنا هاي مشكلتي كتير شو باقي لا أفهمت عليك هلا يمكن من طلق أنه أنت عب تحكي أنه أنت صحفية مش قصة أنا كنت أرفض وبنزعج يمكن ينزعج ما بديت قروني بحدة تاني مش مين ما كذر على الباركو كذر فهمتش أصديه خلص بالأل بي سي يا أكيد شوين كنت أنا أفكرت بتلفزيونيات تانية لأنه الجديد ما في يباركو كان لك أنا بالأل بي سي عمقول كنت ما حب قصة أنه أقرأ مين كان بوقت تأذيح جوجلت لأ مين كان خلص كان في صبايا وحلوين وأجسام حلوة بطلوا بالأل بي سي بطلوا بالأل بي سي في منهم بعضهم بالأل بي سي في منهم بعضهم بس أنا كنت دي مصادق عادي كنت أرفض أنا شو دي مصادق أنا بيني وبنحالي أرفض أتقارن بحدا ألا يمكن غلط أولى ما هيك لا مش غلط يلا كيف لأنه أنا صحفية أنا صحفية أنا بنزل على الأرض بالحق المعلومة أنا مش الراية بعني لليوم بأولى لما أنت بس تطلع على الهواء ما بتحطي ميك أب ما بتضبطي شعريك بقى لك رميل الكاميرا آه شو المشكل يعني أنه كمان قصة الشكل ما أنه شيء تفصيل بس الشكل ما في يكون قبل المضمون أنت عب تقري وعبي مشوكي آه وعبي مشوكي على الباركو بس بوقتها كانوا الشباب ما بيوقفوا بيقروا ياثبك ما كان يمشي قبل قبل بهديك الوقت بهديك الوقت كانوا بس البنات بيتمشوا كلهم كلهم هيدا اللي عم جارة بقلك أنه الشباب بيقروا الانترو البنت بتقرأ العنوين لأنه العنوين بيناعملوا على الواقف وفي نشرة الليلة بتروح هيك هذا كتير كان يزعجنا بعده بيزعجنا لأنه مالي خلق غير تيابي وهيك بس هني بالنسبة لأنه البنت بتقرأ على الماشي والمين هو اللي بيقرأ الانترو خي من قال لك ما بعرف اقرأ انترو أو ما بقدر أو 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 لا بعدين رجعت قريتها يعني مش الحال رجعت بقيت قريتها أنا وديما هي طبعا البقين أخدوا وقت لقريو انترو طيب وبهايدي الفترة ريمي كمان بلشت تشتغلي أكتر على الأرض بهايدي الفترة بلشت أنزل من بعد ما بلشت أقرأ أو قبلها بشوي ما بتذكر أيها سباقية التانية صرت أرض ونشرت أخبر وأنا أنا عن جد هايدي الفترة بتذكرها لأنه يعني كان عندي حشرية كحدة جاي من تلفزيون تاني أنه شوف كيف مطبخ الأخبار بالأل بي سي تجبتك أنت؟ أه 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 أنا جاي من محل تاني أه مذكر هيك تفاصيل معينة ومذكر أنه أنت كنت من العالم اللي كانوا دايماً عبينقوا أنه بدون ينزلوا على الأرض ووقتها كانت أحداث سورية حتى كنت عبطال بإدارة الأل بي سي إذا فيك تطلع تغطي مجنونة لأنه صح حتى هلأ قتلهم بدي طلع على غزة ايه بس أنه مرأة ومجوزة وعندك بنتين بوقتها كان عندي أولاد ايه ملا كان عندي بنتين بنتين 13 اليلين سينا ايه بس أنه بتحسيها نوع من شو هيدا التهور تهور؟ لا مرنو تهور لحظة استعراض إنه يابا أنا قصة كبيرة بطلع بطلة لا 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 بس لك بس لقلك هيدا باشن أنت بعدها عندك إياها بطل عندي إياها جاي يقلك هلا بوقتها كانت بزروتها نزل على الأرض في حرب ما عندي مشكل بس مع الوقت عم تموت ماتت تقريبا بسبب العمر والمسؤوليات تاني برات الكاميرا اللي ممكن تكون عندك لا بسبب الروتين روتين الأحداث لا روتين الشغل ولما بيبطل مش شغلك خليني قول معلومتك أو بيبطل إلون إيمي أو أولوية أنت لحالك بت يعني أنت هلا عبتقولي بيبطل عندك هذا الحماس لأنك اليوم في هذا الروتين بالل بي سي بكرة إذا العربية طلبوا منك مثلا أنا محمسة كتير هلا أطلع على العربية حدث العربية مبعي فجأة رجعت الباشن فكامو زيعة؟ مثلا أنا اشتاقت كن موزيعة ما أنت موزيعة؟ اي اشتاقت كن موزيعة بلا ما كن ريبورتر ولا رايتر اوكي اشتاقت كن موزيعة أقعد زبت شعري وهيدا مش كون عم بكتب الخبر أو عم منتج آخر دقيقة أفوت حلوة هديك الفترة وخبرة بس متعبة جدا 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 وكتير أخدت منه كتير من صحتي من وقت مع ولادة وأنا عبقلك في شي مش منطق أنه حدا يكون بده يحضر نشرته يكون عب يكتب خبر لو شو ما كان هذا الخبر بس اليوم إذا طلبوا منك العربية تغطي على الأرض بنزل بيرجع هذا الحماس برأيك؟ بنزل بتقلت لي مارسي كلمة مارسي حلوة صح بتخليك أنك تكفي بس لما توصل لمحال مثل كأنك فرد واجب بدك تعمل هاي وهاي 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 لا تعملن لأنه دوفوار بدك تعمله وشو ما عملت مثل بعضه يعني ما معقول أنه اليوم كل شي بتحطه على التاولة تقل لي ايما كلهم مثل بعضهم هني ما نونتل بعضهم يعني بتموت الحمار مثل الحصان الحمار مثل الحصان يا في رأس لا في ناس يعني هك تتفكر هكذا باقلت صغرة لا هوا مش مثل بعضهم بس أنه أنت هيك هي بس أنه لما توصل لوقت أنه كلكن مثل بعض أو تحس أنه كل العالم مثل بعض مش بالبوزيتف شو باك؟ نا عب بسمع عم تسمع؟ مش بالبوزيتف يعني لأ بالنجاتف بالنجاتف أو لا بس رمين مين؟ يعني عن جد مين؟ يعني مين اللي يعني ما عم تسمع شخص ما عم تسمع هاي المشكلة ما عم تسمع شخص ليه بدك يعني يسمي أشخاص ما بدك تسمي يعني أنت عبتحكي إدارة الأخبار بالل بي سي إيه بشكل عام طبعا تبه أنا من هون لهلأ لهاللحظة لهالدقيقة أنا الال بي سي إلى فضل علي لموت أوكي 16 سنة الجماعة كإدارة شيخ بيار ومرته وبلاد أبنه كلهم يعني إلهم تفضل علي عراسي من فوق بحب كتير أشتغل معهم كعيلة يعني أيمين لما لما الشيخ هو بيكون عم شوف التقرير كبيت الظاهر لما يكون هو عم يتابع التقرير لما بتقله عندي هيدا المعلومة كتير الشغل سلس معه ومثل ما قلت بيلك ياس أو نو بس السيستم مثل ما هو راكي باليوم بالل بي سي بالنيوز روم طبع الال بي سي أنا أقول الكلمة أنت أتعابني تعابك أوكي بس تعابك بكل العالم اللي مرأة قمع اليوم أنت مرأتي بمرحلة إبالي أنا هلأ 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 عم بحكي لك بخالة صغية مرأتي بجعون فغالي مؤخرا لا بعده جعون فغالي مؤخرا خليني أقول لك الشي اللي عم بحكي عنه بعد الـ 2019 بعد 17-20 لا ما خاصت ذات أنه أصدم بهايديك المرحلة خليني أقول من الـ 2020 لليوم كم سنة أربعة ملكي أنت طاقتك خفت كمان أكيد رمي أنت بس هو أخد وعطل صح ولا لا أنت بتحب يعني في شي منك بكاركتيرك الصحافي بتحب الشغل اللي له طابع أحيانا استقصائي أحيانا أمنة يعني حتى اشتغلنا على كذا شغلة للـ LBC ساعتين فيهم الوسائقيات اللي مثلا هذي من التجارب اللي بحبها وبنفس الوقت بعتقد كان لازم تتاخد تقدير أكتر بالـ LBC لأنه انظلمت بوقت عرضها بس بحبها يعني لأنه فيها كان موضوع هيكي أنعى الأنين براسي ساعتين فيهم يعني فأنت هل تجربة فيها مقصومة لسيء وغنية بس سادي هون اللي كنت أنت عب تحكي أنه أحيانا بتحسي بالموضوع اللي له علاقة بالقيم أو أعطاء إيميل أو بالأخبار ما في هذا التقدير انتبهي المعنوي يعني أنا كنت أخد مبلغ كتير مرتب وكان يندفع على الوقت بس تحسي أنه بطريقة العرض بوقت العرض ما في وأنا كنت شوف هذا الشي بغير اللي اشتغلته أنا حتى بالشغل اللي بالأخبار يعني مثلا يكون فيه تنقول ملف جايبته رمي أو جايبه يزبك أو إدمون أمنة أو استقصائية تلاقيه مرأة بالنشرة ما حدا حاس فيه بينما لو بنيو تيفي مثلا بيبعثوا نوتيفيكيشن تعامل مع الملفات الملفات الأمنية والاستقصائية كأنه ما بيحبوها لا ليك بفترة من الفترات ما هو كمان خلينا نلحق وضع البلد بفترة من الفترات مبلغ أولويات عم تتغير بالبلد اليوم الأولويات غير الأولويات وقتها يعني وقت ميشال سماحة خلينا بما أنه هلأ خطر برأسي هيدا الشي ميشال سماحة أنت تبعت وأنت ساعتيني فيه بتذكر أنا لما وصل لي الفيديو صوت وصورة الفيديو اللي بينه بين ميلاد كفوري صوت وصورة بالباركينج بتذكر وصل سبعة وعشرين أو خمسة وعشرين على تلفوني واتسو أوكي النشرة عندي كان عندي إلا ربع أوكي هيدا سبق ولا لا إنك تلحق تنزلو تعملو داون وتطلع على الهوى بوقتها لا كان فيه اهتمام بالموضوع بس أنا ما عبتحكي بشي هلأد استثنائي بس قداش رجع تتابع على الموضوع هاو دي الاستثنائات اللي بحبو إيه أنت بس أنا عبتحكي لو ما أنا وقتها ساعتيني أنت بالملف لعملته حلقة بالصدفة الأخبار خلص كان هيدا حجمه هيدا هاي العبتحكي متابعات الملفات معالجة الملف الأمنة ما بتاخد حقها ايه بالمي هاي عبوله اهي مظبوط انت ما كتير ما كتير نفتحلك مجال تشتغل هايك مواضيع بالنشرة عبتتذكر صحي لي إذا غلطان مع أنه انت حدا عندي كمان وعندك مصادر وبتقدري تجيبي معلومة أمنية واحدة من الأسباب اللي كان بدي فل على على الجديد والملفات بس لا ما يمكن همول هالأد للآخر بلك مصادرك الأمنية ما كتير بيوثقوا فيها ممكن جيبت لهم معلومات غلط شي مرة انت برأيك ريمي بتجيب معلومة غلط مع تجربتي لا ما كانت هيك بس بلك معهم تجربة مختلفة كانت إذا أنا مرة جيبت معلومة غلط بنشال ما بقى بكفة بالمنطق ما بكفة بالملف بلك لهاك بعدوكي عن الملفات الأمنية لا في واحد من الملفات الأمنية أنا أبعدت عنه بطلب من حدا شو هو أي ملف لا لا شو هو الملف مش الشخص شو بك ملف أمنى لا أيوة كتير كبير آخر ملف أمنى كبير شو هو كان كل يوم في ملف أمنى بالبلد لا كبير هلأ ميشال اسمحها فيك اليوم لا بس شو هو الملف أي سنة طيب لا لا لحظة أنا عندي مشكلة بالذكرى بس هيدا الملف طلب أني يضل بعيدة المرفأ لا أنا ما علاجت موضوع المرفأ انفجار عكار لتلال كنت على هوا وقتها يلا يلا ما عنا شي بعد ما عنا شي ساعة يلا إلي إلي تتذكر غير ما نصير بدنا نقص بالمونتاج آآ ويسام غبش آآ مش ويسام إليه غبش زياد عي تاني آآ أبعدت إيه طلب أنه أنا ما ما بلك لأنه كانوا يعتبروكي وقتا أنه آآ طرف طرف ليش مع مين طرف أنا أنه عندك آآ شو بيقوله ميل سياسي آآ لسعد الحريري بس لأقل لك أنا ميل السياسي وميل أمن لفرع المعلومات أنا ميلة وممكن يكونوا عبي يستخدموكي مين تا يوجهوا التحقيق أو يوجهوا القصة باتجاه معين أنه ما عن حق يمكن هون راح جاوبك أنا مع كل الأجهزة الأمنية علقتي جيدة جدا مع كل الأحزاب كل الأحزاب ما عندي مشكل مع أي حدا آآ أوكي بالتالي أنا أصلا لما بدي أشتغل ملفي ما بحط موقفة لا إن كان سياسي ولا إن كان أمني ولا إن كان آآ شي تك تك شي تيعم أوكي أنا صحفية ويش بيقول شو صار هون وهون إذا المشاهد عم يعتبر أنه أنا إذا أنا ليش لحظة بما أناك حكيت عن سعد الحريري أنا سعد الحريري لما يكون في شي عام له قبل وما كنت كنت أكتب عادة يقول أنه أخطأ لم يتمكن طلع يده فاضيه أوكي هلا أكيد بتكتبي هيك قصص لأنه أنا صحفية يعني موقفي ما حدا خصه فيه بعدين أنا أولا مرة استمعت ما وقفي بتقاريري بل كهن هيك كانوا يفكروا لا 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 وقتا في طلب من حدا من العيلة من المعنيين بالملف ملف ملف زياد أي تاني ملف زياد أي تاني نعم آل حباش يعني لا تعليق طيب آآ 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 مات أول مرة بس أنا بيتجيب المعلومات وعطيهم لغيري ويمكن حتى بهذا تساعدنا شوية آآ بعرف ساعدنا أكيد آآ لأ فيه فيه اشياء كتير شغلين عليها هلا عبتذكر ملفات أمنية آآ وانا لما كنت رايحة على الجديد بتتذكر كرميل هيدا للشيء مش بس الملفات الأمنية قصة الملفات أنت أي مات أول مرة فكرت بدك تستقيله أو حسيت أنه لازم فيه ثلاث مرات بالألفين وعشرين أول مرة أوكي كنت رايحة على الجديد وقتها الشيخ تدخل ومقبل هاي أول استقالة تاني استقالة بحزيران الماضي هلأ مش من زمان أوكي هاي الثالثة كرميليك قالوا الثالثة ليش كنت رايحة على الجديد تحديدا أول شي ليش مش الام تي في مسلا ولا ساقبت هيك ساقبت لعم ما ساقبت يعني أنت بتحس الجديد تشبهك أكتر من الان تي فيه لا بتشبهني بطريقة تفكيري كيف بحب كتير كيف بيعالجوا المواضيع كيف بيعطوا كل موضوع حقه موضوع سياسي بيعطوا حقه موضوع أمني بيعطوا حقه بيشتغلوا المدرسة اللي أنا بحبه نعم بتحبي نشرة أخبار الجديد أكتر من نشرة أخبار الأل بي سي ما فيها معلومة نشرة الأل بي سي بعتذر ويمكن هيدا شي يعني الكل بيعرفوا حتى الإدارة بتعرفوا ويمكن هي بداية في ناس بيقولوا أنه هيك أحسن يعني هيدا هي نشرة لايت ما فيها موقف ما فيها تحريد ما فيها ليش مين قال الخبر لازم يكون يا تحريد يا هيدا ما فيه يكون خبر سياسي الأخبار نشرة الأخبار هي شو أنه هي مفروض سياسي سياسي أو الأحداث المهمة فيها ما تكون كلها سياسي أكيد السياسي بيكون إليها جزء كبير منها أوكي بس لما بدو ينشال بدو يصير الجزء السياسي يقتصر على خبر أو خبران بالنشرة ويكون بآخر النشرة بطلت عم بشتغل صحافة من أين متى صارتهايك نشرة الأل بي سي شي سنة وشوية لوراه أوكي حتى أنتوا مرة رحتوا إكستريم يعني رحتوا أخدتوا قرار بس ما عدتوا التزمتوا فيه لهوي أنه ما فيجر المرفأ أنه ما تنقلوا خطبات سياسيين أنت وقتا زعت الخبر أنا قالوا لي إري قدامك وإريك وشو كنت مع أنا لليوم ما اتنعت شي هلأ هو الخطاب إذا ما عبتحكي بنشرة أخبار فيه ما ينقرأ يعني طبع إذا أنا يعني ما ننشرت أخبار بقى إذا عم نحكي اللايفات وقتا كان هو بعدين صار أنه ما منطلع فيهون لايف هو بالأول كان حتى بالنشرة لا لا هو إنه اللايفات ما منطلع فيهون لايفات بوقتا كان في كلمة لعمين عم حزب الله بدو يطلعي يحكي فيها وقال طلعنا ووقتا أنا قلت إنه ما حننقل الكلمة ومن اليوم ورايح ما حننقل شي بس بالنسبة لقلي شو الكلمين سيد إنه ما بتنقلوا اللايف بس بتعملوا تقرير بالنشرة طب شو القرار؟ شو؟ يمكن هون فكرة إنه آه كمان ما عبت أمني له منبر يطلعي يطلعي يحكي ساعة أو ساعة ونص أي مسؤول سياسي لا عبتحكي أي مسؤول سياسي للناس إنه خبر دقيقة عبتعطي حقه ما بعرف يمكن هايدي أنا معون فيها القرار يمكن بوقتا كان صائب يمكن بس لبعدين ما قدرته التزامته فيه يمكن يمكن لحظة المؤسسة هي سياسة مش أشخاص مش ريبورترز سياسة المؤسسة بيحطوها القيمين عليها صارت تتغير صارت ساعة هيك ساعة هيك نحن ضعنا ناخر شيء ما بناعرف شيء من شيء هي شو سياسة القلبي السياسة؟ ما بعرف مين بيعرف؟ مين بيقلكم هيك سياستنا يعني؟ لا هلا اليوم ولأنتو بتستندجو يعني من الكواليس اليوم السياسة اللي متبعينا هي سياسة انه نفرج الاشياء الحلوة عن لبنان او قبل هايدي الاشياء شو حبيبتي عفوا ما سمعت الاشياء الحلوة عن لبنان ايوة ايوة يفرجوا الاشياء الحلوة عن لبنان متل مثلا التلج ايوة والبحر كمان مفروض بالصيح ايه وكيف بدنا نص ساعة هايدي سياسة هايس يمكن هايدي سياسة من وين وين النص سياسة هايس اللحظة مش سياسة سياسة محطة الهدف مننا كان بوقتها انه نجذب السواح والمختاربين نجحوا ما نجحوا فيها وما بعرف مين وزير السياحة؟ اليوم وليد نصار او اوكي ايوة ايوة اي انه هدا من وقت اللي صار هو وزير سياحة صار بتكن تجذبه لا 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 اه ما خصو الزنامية لا ما خصو الزنامية مين كان قبله؟ ولا ما بعرف انا ما بعرف انه عنا وزارة سياحة صراحة ما انت عم تقلي عم تجرب تقلي انه اه تنفيذا او تطبيقا ل حسب الاشخاص موجودين بهدي الوزارة بس ما بعرف انا عم بسأل مين وزير السياحة اي عم بشوف انا اه ما بعرف ما بعرف صراحة بس اه بعرف انه انا لما تكون نشرة الاخبار كلمتين سياسة الباقي السياحة ورياضة وتقصو هيدا بطلت اخبار يعني انا بطلت عم بشتغل مهنة طب ليه ما روحتي على الجديد ايمتا ولا كنت عم تستعمليهم للجديد تتحسني وضعك انا كنت ماضية كنت رايت بالل بي سي بالجديد اي ويلي حركاتك اي اي وفيك تحكي الـ HR تحت لا بعرف بس انه شو شو مضيتي وشو بدني جوحي يرفع عليك دعوة يعني انه خلاص انا مضيت وكنت رايحة لا 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 انا مضيت ورايحة ممكن جبانة لا جاد لاي ما رحت اه تمسك فيه بيار الظاهر لا ما بعرف لا اصلا اكيد طبيعي تمسك فيك حدا سينير وتقدمي نشرة بس انه انه هلأ مسألا ما تمسك فيك تركك تفليه هو صار له من وقت الثورة بيقول انه اذا اي حدا فيكن بيجي فرص افضل ما بمعناه خاصة خارج برات لبنان اتسي بلس يعني ما يتردد مش عم يحكي بس عنه انه فكروا انه تعملوا شي لقلكم ليش المعاش اللي عرضينه عليك العربية احسن من المعاش اللي كنت بديك تخديه بالجديد ايه احسن ايه طبعا احسن يلا طيف ولا بحبهم للجديد وسياستهم وبحضرهم بش اكتر انه اكيد اكتر ليش المؤسسات لا جاد قديش قصة شو مية للمؤسسات اليوم الاعلامية خلينا نكون واعيين ما هني كمان انجا يقوموا بحالهم ما بديك تعملي ما الاعلام رسالة شو بديك تطلعي ما صار الاعلام رسالة او بزنس ما بعرف لا هو رسالة للصحفيين بس بزنس لاصحاب المؤسسات مهم لا مش هذا الموضوع معمي كيف اجا اوفر الجديد واذ بسأل حالك كيف اجا لا اقول ما بتذكر عن جد ما بتذكرنا بعتقد مريم البسام كان الا دور بالموضوع كان فيه تواصل اكيد من وجهه تحية لمريم كل لحظة وانا لعبت دور يعني ما انا ليعمل لك قول يا فراس قول يا فراس لا انا عبجري بتذكر انه كان فيه تواصل وصرت انا مثل اه وصيط غير مباشر لانه وشفت كرمة كمان لانه هني كانوا ما بدوا يعني انا وقتك كنت عارفين منك انه انت اخدي قرار بديك تفلي صحيح كان بدهم حدا مزبوط اه اخر شي طلعت انا بسواد الوجه يعني بعده بعدك لهلأ لك لا انا ما بتفرق عندي متمسح بس عبقلك شو كان وقتا يعني عم تقل لي انه من وراك ما بقى عيدا رجاء قالولي عبتستعمل رميدر باس الجديد تتحسن وضع بالل بي سي ما تحسن وضع ما بقى ما حسنت وضع انا ما عارفينك انه ما حسنتي وضعك فكروكي حسنتي وضعك ما هو لحظة كلا استقالي كمان لحتى حسن وضع هي مش هيك هلأ اي بلك بلك ولا مرة استقلت لا ابقى انا مستقيلة مستقلة مستقيلة ثلاث مرات اوكي هاي واحدة تبع الجديدة اياها تاني واحدة بحزيران الماضي هلأ بهايدا حزيران الماضي ايه وانت بتعرف ايه انا بعرف ووقتها ما كان كان فيه اوفر شغل ما كان فيه اوفر شغل انا كنت رايح اقعد بالبيت حتى انا اقترحت عليك اذا تصيري تساعدينها بالوسائقيات وبالقصص قول طلع بالكاميرا وقول لا معبول ولا مرة كنت عم بستقيل لا اعمل شانتاج ولا مرة ولا مرة ولا مرة لا اعمل شانتاج اه عرفت لما عم قدم استقالتي انا هاي دي اللعبة انا امعاملك انا حدا صريح طب ليه ما استقلت تاني مرة استقلت ليه ما ليه رجعتي كمان عن الاستقالة بدك قللك ليه باك ايه شو عب باسألك لانه ظروف منزلية عائلية شو باك لا فهمت ظروف منزلية عائلية الا علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشة ولا ب ما كان بدي اقعد بالبيت ما كنت قادرة اقعد بالبيت بهذا الوقت و وترك كل شي على كان لازم ساهم بشي ايه يعني ظروف الاقتصادية ظروف الاقتصادية وما كنت قادرة اني وقف شغل وقعد بالبيت قلت بنتر يجي القفر اي قفر انا وعم بشتغل بس هاي دي هي واللي صار انه تموز رجعت عن استقالتي حزيران اه قدمتها تموزت رجعت عنها بس بحزيران انا قدمت كذا محال عدمعي تموز تموز لهلا سبعة شهر تمانية شهر حسب اي ماتا بس بوقتها من تموز لهلا بتعتبر حالك انت نفسيا او زهنيا صرتي برات ال ال بي سي يعني صار محال عبتو طلعي له بكل صراحة غصبا عنك ايه شو ايه ما مني ما كنت مبسوط اصلا كل الزملاء كانوا شايفين حتى لما كنت زيع ما كنت مبسوطة حتى علما انه هيدا شغفة وهالقد حتى اذا في معلومة بين ايدي بعتذر يمكن هيدا الشي مش منيح مرات يكون في عندي معلومة كتير ايامة ما قللون ياها ليه ما ما حس ما كنت حس انه ليش بدي اقولها حتى يقولوا لي اوكي او يقولوا لي اه اوكي بس ممكن يستفيدوا منها ويحطوها انت ما كنت تبقى حدا غير يجيبها تحس بالانتماء حدا غير يجيبها للمعلومة ايه لا او مبقى قبل كنت المعلومة اللي عندي كنت اتردد مرات يعني انه هلا يعني عندي ها المعلومة عندي ها المعلومة ووالله ما قصدشي وحيات الله ما عم كبر براسي بس بس في معلومات كانت توصل لي لهلا معلومات وحيات الله توصل لتاني يوم او تالت يوم عغير مؤسسات ما عم بالغ مبالغ كنت انقهر او هلا اخر فترة قبل كان وصفا هلا اخر فترة بتحس انه معلومة هالقد مهمة يخي بتنام بتروح او ما بيعملولا قيمة صح بس اذا كنت انت مصدرة ولا بشكل عام يعني في زملاء تانين يمكن بلا بتشوفي انه ما بعرف ما بعرف شو المعلومة المعلومات الامنية ولا لا ما عم بحكي بس امنية هلا انا بشتغل سياسة صرت اكتر اي اوكي بس بس مش دايما مش دايما يؤخذ او تؤخذ المعلومة وتاخد اولوية او اهل لميل كنت صراحة عم بتشرب نسكة ايه كنت صراحة محجمة بالل بي سي يعني هل هدا اللي عم نحكيه كان عم بيصير مع الكل ولا في ناس كان عم بيصير معهم وفي ناس ما كان عم بيصير معهم انا شعرت باخر فترة ايه انه اه مبطلت متل قبل ايه ايه تم تحجيمه فيك تستعمله هايدا مية بالمية ريمي درباس بي شو ايا ايا قبل ديب توك اللي فوق ايه 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 تم تحجيمك من مين مش ضروري من اشخاص من بيت الظاهر لا بجهرهم تحيي بحبهم كتير ولليوم بلتلو ل رح اشتاء اشتغل معك يعني زمش من بيت الظاهر مش مهم التفاصيل مهم يمكن هيدا انا شعرته هو منه حقيقة تفاصيل لحظة هيدا الشي انا شعرت فيه يمكن هو لا انت كمشاهد حسات هيك لا بس انت حدا ناضج وحدا يعني بيقدر يقدر يقدر اذا عنجاد هيدا شي ولا وهم يعني ما مفروض تكوني عبتتوهمة وممكن تكوني عبتتوهمة ما بعرف خلينا نحطها 50-50 كم مرة كنت عبتزيع نشرة الاخبار اخر فترة مرة بالجمعة الا اذا واحدة من الزملاء الزميلات عفوا انغابت ليه انا لولك عدد نشراتك من سنة تقريبا شبا انه واحدة لانه كان بدون دم جديد واحدة بيعز عطاء مع عمرك 100 انت عمرك 39 يعني هلأ كانت 38 ببلش تكتمل الخبرة والنضج مع الشكل بيصير العالم تقبضه اكتر على الشاشة لخ لك انا شكلي مقبوض مقبوض من مقت ما كان عمره 20 صح خمسة عشر بس اذا كنت عبدالقابل كان يقوله بيبين حدا صغير يعني هلأ بتبطلي يعني لا صغيري بالعمر ولا شكلك مفروض يعطيها حدا صغير وبنفس الوقت منيك حدا عمره 100 سنة بس هيدا هيدا التفكير مش تفكير مؤسسات الاعلامية الوسائل الاعلامية المحلية وسائل الاعلام المحلية عندنا بتعتبر انه في عمر للمزيعة بس ما اقولك مش عمرك 1000 يعني 39 شو كان بدون دم جديد عشر سنين يعني قدا يبدي يكون عمره الدم الجديد مش انا اللي بحدد معيار الدم الجديد بس بعرف انه انا بمكان ما صرت زيع نشرة واحدة لانه في غير يبدو يطلع نشرة واحدة غير يه لأ انت نشرة واحدة ايه بعدها لليوم بس كان فيه كمان احتمال انه تبطل تزيعي ولا نشرة صح ايه كان فيه كان موجود بحسب ما كان السيستم عم يركب ايه ما يعني يمكن كان بدو يمره مرات اسبوع كامل انا ما زيع ابدا ولا ولا شي طب هده قرار مين بياخده معقولي يؤخذ بدون عنه بيت الظاهر مسلا ما سألت كما سألت حقك تعرف يعني ما سألت بيت الظاهر اذا هني اصحاب القرار او لا واذا هني اصحاب القرار هي مؤسسة ان هني بيطلعوا مين ما بدون عليها لكن فيه قرار انه ما تزيعي بقى او انه يمكن ليك لحتى يمشي هيدا السيستم لمدة سنية يعني فيه قرار ايه او لا ايه هلا مشي عب تزيعي مرة بس انا عبقل انه ما تزيعي ولا مرة لا لا عم بحكي مرة لأ كان موجودة اوكي ولا مرة كان وارد ايه طب كيف تشوفي التجربة اللي بلشت فيها ال ال بي سي من سنة عب تقولي اللي هي انه اا مزيعين ومزيعات شباب وصبايا هني عب يكونوا عب يقدموا نشرة الاخبار كل عمره في جيل جديد بيستلم اوكي عن جيل قديم بسولة مرة الجيل الجديد بياخد محل القديم مرة واحدة ويصير هو الاساس ايه بس انت عب تحسيهم عب يكونوا قدة عب يكونوا مناح عب تقبضيهم كمشاهدة مش مهم رأيي انا بلا مهم رأيي لا مهم رأيي مهم رأيي كل حدا رأييك انت عطي رأيك انا ما هعطي رأييك انا صراحة ما كثير عب بحضر ولا انا نشرات الاخبار لا جد ما ولا انا مش مش يعني حرام كلنا لما بلشنا يمكن كنا ما هدا الفكرة وانت عب تقولي بلشتي كان عمرك عشرين سنة اوكي يمكن لما بلشنا انا عم بقولك مش المشكلة بالاشخاص مشكلة بال يمكن بالقرار انا ما عندي مشكل وانت ما عندك مشكل وانت وانا منعرف انه نحنا ما فينا نضلك العمرنا على الهواء اكيد ولا على الشاشة والتليفزيون عمر اكيد وهيدا الشي انا انا مقتنعة فيه يعني وما بدي تجي تقولي يا رمي بكي شي انت يا رمي مسلا يا فيرا ولو ما فيه عحالك انه انت بلشت يتكبري طب ما انا بعرف انه انه حاكبر بعرف انه حروح ما حدا بيخلت هيدا سيتكتير بكير علي هيدا الحكي ايه انا انا بيحكى بالخمسين لا انا عثمانة وثلاثين سمعته وهيك ببرامج لاي ما سألها بالاول برنامج أسبوعي عملت وقت الانتخابات برنامج انا طاح وكنت تقدمي كمان كل فترة البروغرام تبع المساعدات اللي هو مع ددي فلت مع ددي يعني لا كان عندك اوقات تعملي فيها حلقات خاصة او برامج بس برنامج أسبوعي كانوا يطلبوني بالاسم اوكي يعني مثلا ددي بوجهلة هي كان عندها شي بتقول بدي رمي تقدم عرفت بس ليش برنامج أسبوعي ما نعطى لرمي اصدق مش نهاركم سعيدة لا لا برنامج أسبوعي خاص فيكي مثل ما هلأ ماريو عبيعمل مثل ما يعني مثل ما ما عنده فكرة مع اني طرحت هيدا شي على الشيخ بيار الظاهر تقريبا من سنتين وقال ايه اكيد بلك لانه في اتهام لقلك دايما انه انت حدا مزاجي يعني ما بيقدر واحد يلتزم معه بشي للأسف هيدا الاتهام اللي سوقو ومشيو فيه وانعو انت مش مزاجية ما فيني يخرب مزاجية انا شخص مزاجي انا بيشرب ناس كافية ما بيشرب ناس كافية بس انا ما فيني يقول يوم ما اني حزي على النشرة لا اي بس كمان اذا عبت روحي تتعمل هاي الحلقة وانت مزاجك مش منيح او ما حابه ما هيطلع شي حلو يعني بيعتلو هام انه عنده شركة لا اللي عنده مزاج متقلب ممكن ما يقدر يعطي بشكل مستمر يعني مرة يعطي كتير مرة ما يعطي شي مرة كنت على الهوى بنشرة الاخبار او بالريبورتر بالتسعة عشر سنة اللي مر او مزاجية الهوى شغل بس عبتقري مش عبت تفكري وتسألي وتحاولي يعني المقصد لما عبتقري شي بتقدري تكوني وتزعيه بشكل صح هتعرفي تعمل بس ما المزاجية هاي دي اللي عم تحكي عنا يعني انا بس بدي اطلع على الهوى واعمل الحلقة حشيل كل شي برا نحن نتعلم ننكب كل شي برا وبس نصير على الهوى هيدا شغل بس طبع بتقولي اناعو لبيار الظاهر انا ما قلت اناعو بيار الظاهر قلت لانعو انك مزاجية قلت قاله الخبرية من اني هول اللي قاله بلك خلس ما رح اقول يعني مش شو بيقوله عشو اشباح بلك انت عبت خليني احكي عم تناسيني يعني صار في مش تهمي شو الكلمة صيت صيت انه مزاجية وما قلق خلقت اشتغيل وما بعرف شو ونحكم علي بهايدا الطريقة بس اكتشف بيار الظاهر هو كمان من بعد ما كانوا عبي يقولولو هيك اكتشف ولمس انه لا مش مزبوط بتقريبا بعد سنة ذكرته فيها قال لي ايه مزبوط كل اللي قالوا لي مش مزبوط عنيك وفر العربية كيف اجا قالو انتي كنت مقدمة انا مقدمة بحزيران لما قدمت استقالتي يعني انا كنت مقرر اقدم اوف اه سوري اقدم سوفيتي وانس بيجي الاوفر بيجي بقعد بالبيت برتاح من هلأ لوقتها بعدين رجعت عن رأيي بناء على طلب الوالد اوكي رجعت عن استقالتي بس انا كنت بقعدة سوفيتي وهيكي ما رح اجي اعمل البهارات ايه مدقولي وقالولي قالوا لا اللي صار قدمته بحزيران عم حلين اعم نحزيران رح زيران جاوبوني بشباط الماضي اذا بعدنا مهتمة شو رح يكون شغلك معهم مزيعة مزيعة يعني نحنا هونيكي مش نشرات نقولك فترة اوكي وفي الرياض رح يكون اذا قال الله رأتها وانتي هون عندك زوجك وعندك بناتك لتنين كيف رح تقدري تنسقه بتصور الشي الحلو بهيدا الوفر انه خمسة ايام شغل من بعدهم خمسة ايام اف هيدا السيستم نعمل وقت كورونا بظن بالعربية بدبي قبل ما ينقلوا عن الرياض وبظن هلأ ماشي كمان بعد ومش بظن هيك تبلغت يعني ماشي بعده بالرياض وهيدا شي بوزيتف لقلي لانه بقدر بالخمسة ايام اجي فيوني تشتغلي خمسة ايام وتجي تشوفي ولادي اه بهاي المرحلة ما هيكونوا عا بيسافروا معي لك في مدارس هلأ ما فيك يعني بعدها مبلش المدارس ما فيك توقف لهم مدارس للولاد قصدي متفكرة تنقليون لابعدين بلا فيه ممكن اكيد طب هالمرة بيار الظاهر إذا الله تمم على خير بيار الظاهر ما تمسك فيك هالمرة او ما قالك لا قال لي برافو كلمة برافو يعني هو عارف انه انا ما عم حبتي واحترامي للألبي سي هو عارف انه انا عم بعمل ستاب نوعية فيه احتمال تشتغلي مراسلي معهم بالعربية هوني يطلبوكي مثلا تجي على لبنان تغطي إذا فيه شي معي ما بعرف لا أنا مكتوب يعني إذا طلب او يمكن إذا أنا طلبت يمكن ما يقولوا لا بتحبني بس فيه زملاء هون ما فيه فريق فيه اوكي مش دوري لبنان يمكن بلد تاني بس بتحسي عبالك ترجع تخذ بس مش يومية ها هي هو الشغل اليومي المراسل اليومي الضغط هو اللي ما بدي يبقى هو اللي تعبنا طب شو شعورك وانتي هلأ بآخر ايام شغلك بالل بي سي صراحة فيه حنين فيه احساس انه راح تفقدي لهذه الشاشة يعني ما بدي اسألك اسألك للشاة ولا بدي تجاوبيني بشكلك للشاة بدي اعرف انتي شو شعورك لا احساس لا بس منز عليني اني فاللي بل فيه شي راح اخده معي يعني اتعلمته من هيدا المؤسسة فيه اشخاص كتير وقفوا حد وساعدوني بقلب الالبسيه اه وبيخدون معي وبروح على تجربة جديدة طب مش خايفة من التجربة الجديدة اه بالعكس يعني عبالي بس فيه زملاء كتار راحوا لمؤسسات عربية وغير عربية ويا ما نسجموا يا صار شي معين ورجعوا ما بتخافي تكوني وحدة من هؤلاء الزملاء والزميلات ماني مزاجية مثل ما قالوا لك نا مخص الازجية بس انه عبدو روح على عالم جديد يعني عبدو تتركي محل بتعرفيه لمحل ملتي ناشنال مؤسسة كتير كبير يعني ستاب بلس لالي عقولي ما في خوف لا مش خوف بالعكس عبالي روح جرب يمكن ما انجح ايه اكيد يمكن كلنا واردوا انه ما ننجح خوف مش خوف مننا للتجربة لا في تهيب عم بتعمل شي جديد مرحلة جديدة بحياتك توتلي انه اكيد بفكر عم فكر فيها كتير كيف بدأ تكون ناطرة لروح لشوف مش الخوف طبع انه يارب بدخلك انه رح اعرف او ما اعرف عندك سئة بحالك كتير كموزيعة اخبار صح ككريمية اي كريمية كموزيعة اخبار حتى اذا زبتني على الارض اوكي بس كموزيعة اخبار بحس انه ما بتتهيئ بالكاميرا يعني حتى لو محل جديد بكرة بالعربية ما بتحسي هيكون في خوف كاميرا كاميرا انا موجودة بالنسبة لقالي لما بحكي هي متل قالة ماشين قدامي مستوطة انا عم بعمل اللي عم بعمله اوكي هيدا شي شو كتسبتيه بالخبرة ولا من الاساس من الاساس يعني ولا مرة خفت انه انا قاعدة قدام الكاميرا انه يارب دخلك مدرمين عم بيحضرني هلأ ويمكن يشوفوني لا لا خلص شغل شغل متل الحكيم لو يفوت لا يعمل العملية هلأ الفايت لا يعمل العملية بينسى كل شي حوله حتى انت مشهورة انه بالنشرات ممكن تكوني عب تعملي تشات او عب تبعطي واتس اوب قبل الخبر بالثانية ومرة تكون عم جيب معلومة وحيانا بتكوني عم جيب المعلومة عم جيب المعلومة اه اه عادي اه ملتي تاسك بهذا المحارب ممكن ويمكن تهور لأ انه اذا واحد ما عم بيعمل فاولات على الهواء هيدا شي ما انه تهور هيدا سأب النفس لأ بنكت انا كمان تحت الهواء بنكت اه مشهورة انك بتضحك العالم يخيب بنتسلى بس عم شوف اذا حدا دايلي بس اه لا مبدئيا انا خلصت بس عندي هيك كم سؤال قول قبل ما نخلص مظبوط هلا تذكرتهم يعني عنديك عتب على حدا حسيتك بتسألني هوا اسئلة تام في شي مستفز صراحة اقله انا بيستفزني بتعملي انت وبيعملو مجموعة من الزمله تحديدا الزميلات هي قصة هيدا استقالي على الهواء لا ما تزعل يعني بالكلمة اذا بيانت تقيل الشواء بالعكس اولى هيدا الجلقة بالسياسيين يعني مسلا من قصة اللي صارت وقت اللي رجع سعد الحريري انت كنت من الزمله اللي كتير كتبوا وعملوا وغيصوا وحطوا ما كتبت بحياتي بكتب بك يا عمي كتبت ابدا حطيتي شي بشي محال بتحديك ما بكتب ملا ما تتحديني ممكن كونه مغلط بس اقلك انا رمي اكيد بتصور معه نزلت له الفيديو ولما وصل على السراي ايه اكيد بس ما كتبت بتحديك ها لا لا انا انا اصدي ما كتبت رأيي على تويتر انه منيح اللي رجع محطيتي نورت نورت بيروت نورت بيروت ايه طيب كل العالم بتحبه وانا بحبه ومعبرت عادة مام بس ما انت صحفية مؤثرة بالرأي العام اوكي هدا رأييي وهدا زلمي سياسي له ما له وعليه ما عليه مع وقف التنفيذ ويا تحمل مسؤولية بس شو اللي استفزك انت؟ بيستفزني مش سعد الحريري بيستفزني الجلقة بالسياسيين وما جلقت انا انا نزلت صورتي معهم مهي مجرد صورة ونورت كل حدا عنده هدف من تنزيل الصورة اه عنديك هدف ما بعرف مش انا عمقول كل حدا في برغشة عراسك في برغشة ايه شو بدني اعمل فيها كل حدا عنده هدف انا ما كان عندي هدف الا انه عن جد بحبه وكنت مبسوطة انه شفته وصار لي زمان ما شفته بس انت ليش هالقد ما هيدا الفكرة ليش واحد او يعني زميل او زميلة بديو يحب هالقد شخص سياسي ساعدني مرة بكن عندي مشكلة عائلية مع اه حدا من اه يعني شي شخصة ايه ما انا بقول علاقتي شخصية مش جلقان شو قلت انت لك لا انا عب بحكي جلقان بالمعنى انه انا ببحب هيدا لا لا هيدا الزلم ساعدني بمرض لحدا صاحب نفوز بحسه فيه لو كان صادق بحسه فيه نوع من انواع تبيض التناجر اهبطان ليش بدي بدي تناجر لا بلحظة ساعد الحريبة بدي بدي تناجر ايه اولا ما بدو يرجع بيقول بس يرجع لكل حادث حديث يمكن انا ما اكون هون بس انا اللي بدي بيضة تناجر طب لحظة لانه واحد بطبيعته بحب يتقرب لحدا عنده نفوز انا اصحاب مع كل العالم برجعب لك مين الصور اللي بتصور انا ويوهن عا انستا اذا بتجرب بتفوت من ان انت لا انت ساعد الحريري مرسي بس لانه عن جدا كنت من فترة بشي عند سليمان فرنجية وبرشوكن العالم كمان كنتو مجموعة صحفية وقته كان في حوار معه طلعنا وقعدنا نحن وياه بس انت بتحب سياسيين بطبيعتك بعدك يمكن عم تنعب تقولين انك من مدرسة بتعتبر ان هون الحدث وهون الخبر اكتر من القصص اللي العلاقة بمجتمع مدني وحراك ايه بينها عم تسألني عم تخيرني لا هاي دي الفكرة هاي تسبب المقابلة ما اناعوني ما اناعوني؟ لا ما اناعوني الشباب اما سوني اه لا اديك شي تاني وينون دولار مية وينون ما شفناها لك شو خاص شو خاص ما كان اول مطلب شو بدي شو عملوا وشو ما عملوا مين منيح ومين منيش منيح بس اصدق انه اليوم هايدي الطبقة السياسية اللي تتحمل مسئولية كل شي صار بالبلد بنسب متفاوتي بستعاد الحريري جزء اساسي منها اقلهم ما بدي يكون هالقد مغروم فيها يعني ماني مغرومة فيها الزلمة انا بتربطني فيه مع اهلي علاقة شخصية بس هايك الخبرية، وحتى أنا بس انزل بس هالمرة لأ بلدق لبي بيحكي معه وامه بسال معني بيحبوا بنحبه لا مدأ اتيلي سلم عليه ما بتحبه لا بحبه و لا بكرهه هو هايدي اللي بحبه ولا اه ما بيعنيني بس اكيد ما حقعد انا بيض له تناجر لك فيك تنكر انه كل العالم بيحبه سعد الحريري كل العالم اكيد فيني انكر انه كل العالم بيحبه سعد كل العالم يا عمه ولا عالم واحد ما بيحبه امتم بلا بك شو خاص انا 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 بالعكد. انا انا اللي عم جرب لك. بس انه اكيد ما هيجي اركض تصور معهم. من بين السياسيين من بين السياسيين يعتبر هو اليوم زلمي محبوب. اوكي رامي. ايوة. 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 شو قالك راجع على السياسة? شو ما حكيتي مع ان زلت تصورتي وفليتي? لا انا دردشنا. ايه قبل هنا شو دردشته? ما قبل يجيب على هيدا السؤال. شو قال لكم? طب قللنا شو قال لكم. اللي فيك. لا عنجات شو قال? اعتبر انه الطبقة السياسية الحالية انه لازم تقوم بوشباتها ولازم النواب هني ينتخبوا رئيس. ونزا هني ما عم يعملوا شي. ميم يعمل لهم. لا بعتتي على هون. ايه سوري سوري. في هون عديلنا اياهن على الميكرو. بك ما قلتهم برسالتي لما طلعت مباتل. ما انا ما بحضر تلفزيون والله. طيب. اعطينا سكوب. خلصوا قديمة خبرية. غير سؤال. قلت في عندك سلسلة اسئلة. هو هدا بيستفزني. لا انا قلتلك قلتلك عندي مجموعة اسئلة. سؤال اول شي عن هذا الشي مع صعد الحريري. سؤال ثاني. حكينا عن نشرة الجديد ما حكينا عن نشرة الامت في. ليه ما ما فكرتي بالامت في. قلتي لي. لا انه قلت لك بتشبهني اكتر الجديD. مش يعني ما بيشبهني الامت في بس اكتر بلاقي حالي هونيك. عكس ديانة فخوري. ديانة فخوري. ما بيشبهني الجديد. كيف ساعة. كل واحد بيلاقي حاله بمحال. اي بس شو اللي ما بيشبهك بنشرة الام تي بي انه بيعملوا تحقيقات كتير استقصائية والله ما عم بحضرهم ما عم بحضر لا البي سي ولا جديد ولا شي مرة كان في تواصل او عرضوا عليك الام تي بي صار في تواصل من ميشيل المور خلص شو بدك بالتفاصيل تفاصيل يا تفاصيل كيف لوحد بيخلص معك اذا اسمك تفاصيل طب اي ما تهد تواصل كان بوقت قريب ولا وقت بعيد بوقت ما علاقتيك منيحة بمرسيل غانم وبجورج غانم صح؟ صحيح يعني انت مفروض كان هدا يكون عامل اضافي حمسك تكوني بالام تي بي مخص كان يعني هالحالي لازم يكون بالفيوتشر انا اذا بحب سعد الحريري لا لما كانت لما كانت بس مجرب تروح هيدا عم جرب لك اوكي بتتواصلي معهم بعض لمرسيل وجورج اي دايما بيرك لا استاذ مرسيل استاذ مرسيل ايه وزميلك صار فيك تقول له مرسيل زميلة وين بالحقيقة ما انت صحفية لا بحترم الخبرة بحترم تجربة بحترم مش كل كل حدا فيه طاعد دومان صار استاذ اوكي بس برأيك اللي بينحكي عنه انه هادي قصة كمان الهشبوشية مع السياسيين هو وعليقاته بالعالم مخصني فيها انا باخد مرسيل اوكي انا باخد مرسيل كصحافي اوكي 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 احدا بالستوديو ملك ملك الهوى وملك الستوديو مرسيل 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 ولن يتكرر بس الصحافي منا بس اداء وبرفورمانس هي مضمون يعني انت يا بديك تكوني هالموهب اللي عندك ياه عبتوجهيه باتجاه تفيدي الناس يا انه تفيدي علقاتك طيب هو عم يعمل اتنين مع بعضه اتنين عم يعمل انا عم بسألك انه شو بدك تكفي يصطفيل هو بعليقاته مع السياسيين انا مخصني انا كمرسيل غانم لما عالشاشة بحبه جورج غانم كتير جورج غانم استاذ وجورج غانم استاذ ايه بتواصل معه دايما بالمضمون الصحافي اللي عنده اياه كمان بغض النظر عن الفقرة اللي عب يطلع احلى فترة احلى فترة لما كان جورج غانمي كنت بعدني موزيعة نفاية جديدة كل يوم الساعة ثلاثة او ثلاثة ونص كان يقعد يخبر كل تيم الاخبار اللي هو الريبورترز قبل كان يقعد يحكينا بستياسة بس عمق اكيد عمق لدرجة يعني مرات انا بهذاك الوقت ما كنت استوعبه اكيد كتير 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 كنا ننطر هيدا الاجتماع اللي خبرنا اياهن شوفهم بالجرايد بعد يومين كيف يربط الاحداث ببعض يعني يعني مثل واحد عم يشرح لك اذا بدك اكيد كيف القصص بتصير هيدا عم يعمل هيك لانه بده هيدا يعني هو بيقولون شوي بفقرته هلا بس هولا ما تصيرت كون عم تسمعون منه انت مباشرة بالتيفي كل يوم هاي بحد زيتا ليش فعل جورج غانم من ال ال بي سي شو عرفنا لا بس انه غريبي كيت اللي عم يفله اللي عم يفله اللي عم يفله كله فعل لا بس جورج غانم يعني بتحسي يعني مانا شغلة سهلة انه يقدر واحد هالقد بس ما فيك تعاوضة بالسهولة جورج غانم بهذا البارت اللي عم تحكي انت بهذا البارت الصحافي شو كان وقته اه دايما تسكر عليك دايما تضيق عليك اخير فترة لما فعل انا عن جد كنت بعدني شو بيقولو مكنت شو قامتها بمبارح يعني صرت تعرفي بكل شي بقلي بتقليك كنت وان لا لا بوقتها ما كنت اشتغل ما في ال ال يعني ما في تقرير قلو انه شو بعمل هون شو بكتب هون مع مين بحكي مين من الصحفيين اللي موجودين اليوم من جيلنا خلينا نحكي مش الجيل القديم بتحسي انه وين بالالبسي؟ بالمجمل سمي ثلاث اربع اسامة من جيلنا يعني عم تحكي مزيعة مقدمة برنامج مراسل اوكي مزيعة بعرفوا ولا من جيلنا من جيلنا بيشتغل بمحطة لبنانية هون مزيعة مين؟ سامر ابو خليل مزيع ماريو عبود عبود مراسلة بنت اوكي رؤ بس خلاص لجواب مراسل مضرور يكون قديم كتير نا قولي مضرور يكون مراسل 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 ما كان ببالك اسم قلتي مضرور يكون قديم كتير مين يعني؟ فرحات محمد محمد فرحات زميلنا بقناة الجديد اللي سامر مش زميلتك؟ لا بس لأنه محمد فرحات يعني ممكن شوي في رامي نصر بالجديد أي؟ بالمتد؟ جديد يعني هلا عب يصنع اسمه رامي عطيه حقه رامي ومحمد فرحات رامي نصر مش شغلتي أي من العالم بس شباب عندهم مستقبل أوك فرحات صحافة مراسل محاور ومحاورة مرسل غير مرسل أنه يعني بس هوني عب تحكي مرسل أكيد مرسل هلا كل البرامج وطوك شو الصبح وطوك شو الظهر لحظة برامج سياسية ولا شو ما كان؟ مجمل سياسية مين كان ببالك غير سياسية؟ ما عم ما بحضر ما عم بحضر شي صبي وبنت ما في ببالك اسم؟ مرسل 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 غيره أيوة شوفي بعض صحافة استقصائي أنا في الحصحاتهم مية بالمية مش لأنك قاعد هون دايما نبقول حكي حكي بعض يال لأنه في عالم مصن في حالة لأنه صحافة استقصائية وهي مش مرأة من حد أيوة أيوة إيفة بطلع أنا أهم صحافة استقصائية بالنسبة ايه 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 يا لأنه يعني لا بدك تروح للآخر كصحافة أنا والله باستحيه هلأ عرفته هلأ عن جد عم بحكة لك ما أنا عن جد عم بحكة من شي جمعتين كنت بالحديث مع مين؟ يا الله بله هاو دي التفاصيل غير تفاصيلك كنت بالحديث مع حدا عم قوة عم نحكي قلت اللي بدو يتعلم الصحافة الاستقصائية يروح لعند فراس حتوه مع أنه بالل بي سي مش كتير بيتفقوا معي كيم كيم بهذا المحال هدا رأيي أنا اه بعرف لا أبقوا الرأيي لا 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 رأيي ليش لما قلت أنا مش من زمان أنه مارسال نومبر ون وين كنت؟ كنت بالل بي سي آي آي أيوة وهلأ أنا تركي الل بي سي ورح ضل إلك مارسال غانم إز نومبر ون وحش الشاشة بالحوار رميد رباس تانكيو عن جد أيوة والله أبك شيء أوست أوست؟ والله خلصنا نحن خلصنا نحن اه بس شو فجرت مني فجرت؟ اه ما عملت شيء؟ أعملت لا الشيس جود يعني أنا رأيي كتير بحكيت شيء هوا بحكي ينوان مكان لا يا علينا مجل سامعينهم قبلها وانتم لا لك هالفوتاي لا تقعد عليها باري أه حبيتي اه لا عنجات وصلت المساج بيشوف المساج المساج وصلت